السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه الكنافة بالمانجا والكريمة طريقة سهلة وبسيطة ومكونات مش هتكلفنا كتير زي ما احنا بنشتريها من برة طبعا بنشتريها بأسعار خيالية وما بتبقاش بنفس الطعم ونفس النضافة اللي احنا بنعملها في البيت يلا نسمي اللي ونسلي على الرسول ونشوف الماء دي ونخش على التحضير اول حاجة بستعملها كباية كريمشانتي خام وكباية حليب او لبن بيكون مسلج ونص كباية سكر لو انت عندك الكريمشانتي محلة ما تستعمليش السكر هتستعملي كباية الكريمشانتي مع الماء المسلج او اللبن المسلج وانا مش هاخد الكباية كلها بتاعة اللبن او الميا هاخد بس نصها واشوف السمك بتاع الكريمة بتاعي عامل ازاي طبعا هنا هنحط تلج في اللبن عشان كده وبين ان هو خفيف لكن هو مش خفيف طبعا حابة تعمليه بمية بس ما فاش اي مشكلة وزي ما قلتلك لو الكريمشانتي بتاعك خام هتحطي نص كباية من السكر البودر زي ما انا حطيت لو انت جايبها محلة هتستعملي الحليب بس او المية هتضربيه كده لحد القوام اللي انت عايزها وهشيله في التلاجة شوية لحد ما خلص مكونات اللي عندي الكنافة طبعا بتكون مفرزاها في الفريزر بتبقى جمدة جدا بتطلعيها بتعمليها بيديك كده يا ضوبك بتتفرول معاكو بتبقى حلوة او لو عندك لو هو مقص المطبخ ده ده بيسهل عليك حلوة اوي او تضربيها في الكابة زي ما انت عايزة كده انا خلاص خلصت الكنافة بتاعتي خلتها كلها متساوية وجبت نص كباية من السمنة البلدي اللي عندي او اي سمنة عندك يكون نوحة حلو بس طبعا الكنافة بتحب السمنة البلدي طبعا وهخلطهم بيها كده حلوة اوي وحطتهم في حلة على النار لحد لما خدت معايا اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اه انت لو حطتها في الحلة مش بت يعني وانت بتسويها مش بتبهدلك الدنيا زي الصينية كده بعد ما خدت معايا اللون الدهبي ده اللي انتوا شايفينه حطيت عليهم تلات معالق من السكر البودر كده اللي عندي وتخلطيهم حلوة اوي ما تحطيش السكر على الكنافة وهي لسه ناية بتخلي الكنافة على طول عندك طرية لكن لما بتحطيها بعد ما بتحمريها بتبقى معايا كريزبي لو قاعدت يوم اتنين تلاتة في التلاجة بتبقى برضو بتعمها حلوة اوي وحطيت تلات اربع معالق من السيرب بتاع الكنافة اللي هو كباية سكر على كباية ونص من الميا ونص لامونة عصراها طبعا او عندك عصر ابيض بتحطي عليه شوات مياه بسيطة اوي بتخفيفه بسيط اوي بتحطيه على الكنافة بيديك نفس نتيجة السيرب هاخليتهم كويس جدا كده وبعد كده نروح نعمل الصينية بتاعتنا الجميلة اللي هي الكنافة بالمنجة كده هجيب البايركس بتاعي او الصينية او لو عايز تعملي ببولات او فكاسات الحاجة الموجودة عندك اللي انت تحطي فيها هتحطي الكنافة الاولي اللي احنا عاملنا طبعا لونها في منتال جمال اهي ورحت السمنة فيها طبعا طلعا فضيعة هتسوي كده الكنافة اللي عندك والكريمة طبعا الكريم شنطيه طلعته من التلاجة حطيته في الكيس بتاعنا اللي هو كيس التلاجة وقصيت الحرف بتاعه بمقص المطبخ كده وهبتدي هنزل الكريمة كده وباي سكينة عندك هتساوي الكريمة عشان الكنافة طبعا بتلزق في الكريمة فبتتعيب كنت بتفرديها فباي سكينة كده بحرفها بتتفرد معاك في منتهى السهولة وزي ما احنا اتفقنا الكريم شنطي لو عندك خام مش هتستعملي نص كباية سكر لكل كباية كريم شنطيه ولو جايبا محلة مش هتستعملي السكر نهائي وكباية الحليب او اللبن او المية اللي هتستعمليها تكون مسلجة وماستعملهاش كلها مرة واحدة تدريجي عشان نشوف السمك بتاع الكريم شنطي عشان ميبقاش خفيف معاكي قوي كده انا رصيت بقى المنجة اللي عندي طيب بقى مكعبات زمان عاملة كده حبت عمليها طولية زي ما انت عايزة تقطيع دي ترجع لك انت هحط بقى الكنافة برضو كده الطبقة التانية اهي طعمها كان في منتال جمال بصراحة حلوة قوي لو عملتيها بالطريقة دي مش هتشتري الكنافة بالمانجة منبرة تاني خالص حاولي بقى تسويها كده ولو عفض عندك شوية كنافة مع الكريمة مع المانجة بتجيبي كده الكاسات الزغيرة وتعمليها كده للاطفال بتفرحهم قوي برضو بشكلة حلوة قوي وبعد ما بخلص الطريقة دي خالص بخلص الصينية بتاعتي او البايريكس بتاعي بحشلة في التلاجة المدة ربع ساعة نص ساعة كده لحد لما تمسك نفسها شوية عشان الكريمة وبعد كده بتخرطيها وبتقدميها مش قادرة اقول لكم الطعم كان عاملي زي ما شاء الله لك وتا الا بالله كده انا حطيت طبقة من الكنافة في الاول وعليه طبقة من الكريمة وبعد كده المانجة بعد كده نزلت بقية الكنافة اللي عندي وهغطيها برضو بالكريمة لازم تكوني حساسة جدا وانت بتحط الكريمة عشان ما تطلعيش الكنافة من مكانها بتاخد معاك بس في الاول وقت كده بس بتديكي في الاخر نتيجة في منتهى الجمال وممكن تجيبي المانجة وتدربيها في الخلاط وتاخدي العصير بتاعها وتدربي بيه الكريمة شانتين بيبقى بعصير المانجة لو انت حابت ديفي يعني الطعم اكتر للمانجة في الوصفة بتحتك دي برضو لازم يكون عصير المانجة مسلج اي حاجة بنحطها سواء لبن او مية او عصاير لازم تكون مسلجة عشان الكريم شانتيه يمسك معاك حتساوي زي ما قلنا كده بحرف السكينة كده بتفرد معاك في منتاز سهولة انا الاول عملته باللزباتيولة بس طبعا ما نفاش فمسكت السكينة كده بحرفها لو عندي سكينة عريضة اللي هي ملهاش حواف دي برضو بيفرد معاك حلوة قوي وهتجيبي بقى قيتي المانجة اللي عندك بقى وهتجرنشي الطبق بتاعك ما شاء الله لقوة إلا بالله هنشوف دوقتي كمية المانجة اللي احنا حطيناها في نص الصينية وهنشوف اللي احنا هنجرنش به دلوقتي كل ده كان المانجاية كبيرة ما شاء الله لقوة إلا بالله بس اللهم مبارك فيها البركة حلوة قوي ايه زي ما احنا شايفين كده وزي ما قلتلك برضو الجرنشة دي ترجعلك انت بطريقة اللي انت حباها ممكن ما تحطيش المكعبات على الوش من فوق كده ممكن تعمليها طولية وتزوقيها بطريقتك انت حبا بقى الزوائب كريز ممكن ما عنديكش كريز مفاش أي مشكلة هي كده شكلها حلوة قوي وطعمها مش قادرة أقول لكم طحفة حاجة دمناها في البيت وعملها بأديكي وعملها بالسمنة البلدي طبعا كنافة يعني سمنة بلدي ولا تحمى على صدرك ولا أي حاجة وفي منتهى الجمال ما شاء الله لقوة إلا بالله هنحط بقى دلغة سنجرنش بالكريز زي ما احنا شايفين كده زي ما قولتليك ما عنديكش كريز مفاش أي مشكلة برضو هي شكلها كده من غير الكريز برضو حلوة قوي اتمنى ان انتو تجربوها ان شاء الله هتعجبكو غير مكلفة ومش بالأسعار الخيالية اللي احنا بنشتريها بيها من برة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب للقناة على اليوتيوب واللايك والشير اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة